منظمة هيومن رايت سووتش منظمة الصليب الأحمر التقارير الأمامية والمحلية كلها أجمعت على وجود عشرات الآلاف من المغيبين قسرا في العراق ولسيما في الفترة التي أعقبت عام 2014 أي في عهد حكومة حيدر العبادي الذي ضرب عرض الحائط بكل الحقائق وأنكر وجود معتقلين أو مغيبين في سجون الميليشيات والقوات الحكومية تصريحات العبادي تعد تحديا صارخا لأهالي المعتقلين والمغيبين قسرا وتحمل دلالات خطيرة على تصفيتهم وخصوصا أن العبادي تجاوز حد الإنكار إلى الادعاء أن ما تتحدث عنه التقارير حول المغيبين قسرا هم بحسب الدعاء عناصر من تنظيم داعش قد قتلوا أثناء المعارك وبعبارة أوضح هي رسالة لمن يبحث أو ينتظر عودة قريبه المفقود بأنه لم يعد على قيد الحياة وكلما ورد اسم مفقود تحضر شماعة داعش لتغطي على جرائم الخطف والقتل ناشطون ومغردون عراقيون استهجنوا تصريحات العبادي هذه وقاموا على الفور بنشر وثائق صدرت عن مكتب العبادي عام 2016 تؤكد جرائم خطف المئات من الضحايا في صيغلاوية وبزيبز على يد الميليشيات وإعدام آخرين منهم أكثر من ذلك العبادي نفسه شكل لجان تحقيق في فترة حكومته بخصوص المعتقلين والمفقودين بما لا يدع مجالا للشك أن إنكار وجود مغيبين ومعتقلين هي رسائل تؤكد أنه تمت تصفيتهم لذلك يريد العبادي وغيره إغلاق باب السؤال عنهم وطي هذا السجل المأساوي دون أن يحاسب مرتكب هذه الجرائم عشرات آلاف العائلات التي فقدت أبا وابنا وأخا لن تتوقف عن المطالبة بالكشف عن مصيرهم ومحاسبة خاطفيهم طال الزمان أم قصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر